اشتركوا في القناة 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 وبعدين نبدأ نراجع مع عزيز السيدة التاريخ العلاقة الزوجية هل العلاقة الزوجية مظبوطة ايام التبويض ولا لا هل حضرتك بيجيلك دورة منتظمة كل شهر ولا لا لازم نبص على تحليل سائل منوي من اكتر من 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 تنظر يعني مش بس ابص على التحليل سريعا كده وقوله تحليلك كويس ابص على التحليل سريعا كده وقوله تحليلك سيء لا ده في حاجات معينة انا المفروض ان انا اكد عليها فانا ببزي المجهود عشان اقول للحالة في النهاية انت فعلا عندك تأخر حمل غير معلوم السببب كمان ده بشرط انها تعدي مدة معينة المدة المعينة دي بتختلف على حسب سنها لو السيدة دي تحت الخمسة وثلاثين سنة حاجة ولو فوق الخمسة وثلاثين سنة حاجة تانية خالص في النهاية احنا منقول ان مجملا من 18 ل 24 شهر يعني من سنة ونص لسنتين علاقة زوجية منتظمة بدون استخدام موانع حمل اثبت ان هناك تبويض كل شهر اثبت ان هناك انا بيب سليمة اثبت ان انا عندي تحيل سائل منوي جيد اثبت ان انا رحم بتاعي كويس اذا هؤلاء الزوجين يعانون فعلا من تأخر حمل غير معلوم السبب ايه الاسباب اللي بمكن تقلنا رغم سلامت كل هذه الاشياء كويس المقدمة الحاجة قلتها فعلا احنا منقابلها في العياد بنتسألنا الحالة هو انتم لما بتغلبوا معنا يعني بتقولونا غير معلوم السببب لا الموضوع مش كده احنا فعلا هناك اسباب يقولوا لهولاء الازواج كلمة عجيبة جدا وكانت بتتحقق روحوا مفاصلوا عن بعض كل واحد فيكم يتجوز حد تاني وهترجعوا بعد 6 شهور كل واحد فيكم مخلف ودي حقيقة وكنا منشوفها وكنا منستغرب ولكن هذا الكلام كان ما قبل ظهور بقى التقنيات الحديثة في وسائل مساعدة الانجاب موجود الحوار ده في فيلم لغاية دلوقتي بتزع اسمه الليم بتمانية جيجة الحتة دي بنفسها لازم شوفها دكتور نيسا قعد مع اتنين وده مصرسين في الفيلم قال لهم انت كويس وانت كويسة بس انتو الاتنين مع بعض مش هتخلفوا لو كل واحد فيكم وراح تجوز حد تاني هيخلف ودي حقيقة ومكتوبة في التكست العالمية ولكن العلم حاول برضو ان يفهم طب ليه بالذات بقى الاتنين دول ما بيحصلش بينهم حملة طبيعية والله قالوا ان فيه عندنا حاجة اسمها يعني التبويض اه موجود بس مش اوبتمال فيه تحليل سائل منوي جيد بس مش برضو عايزينه احسن من كده فيه انابيب بتقوم بوظيفتها تشريحيا ولكن انا برضو مش متطمين لها وظيفية فيه رحم كويس وشايفه كويس وعصنار جميل وتحليل هرمونات بتاعته لطيف ولكن برضو انا شاكك فيه تجويف الرحم في الحالة دي وعملوا حاجة لطيفة جدا والمتهم دايما معنا في حلقاتنا والبطانة الرحم المهاجرة لقوا ان فيه 30% من السيدات اللي عندهم تأخر حمل غير معلوم السبب لما بيتعمل لهم منذار بطن تشخيصي من اكتشف ان عندهم بطانة رحم مهاجرة من الدرجات الاولى وبالتالي بتورنت الرحم المهاجرة متهم معنا في عمليات تأخر حمل غير معلوم السبب فهناك مجموعة من الاسباب اكتر سبب منطقي بالنسبة لنا واكتر سبب احنا مجتنعين به كدكاتر التأخر انجاب لان شفناه بعننا هو عدم حدوث اخصاب في الانبوبة داخل الجسم يعني الحيوان المنوي بيجي قدام البويضة وبيوقفوا قصاد بعض كده ما بيحصلش اخصاب لا الحيوان المنوي بيدخل جوه البويضة ولا البويضة بتقبل هذا الحيوان المنوي وده له عيب في البويضة ولاه عيب في الحيوان المنوي ولكن الكيميا ما بينهم بالبلد كده ما بيحصلش الاخصاب من الحيوان المنوي داخل البويضة طب اكتشفنا هذا الكلام ازاي دكتور ايمان لما بقينا منعمل العينين دول اطفال انابيب او حقن مجهري بقينا منقسم البويضات بتاعت هذه السيدة نصين نص منعمله طفل أنابيب يعني منجيب حيارات منوية نحطها على البوايدات ونسيبها تخص بنفسها والنص التاني بنعمله حقن مجهري لما كنا منبص على نتيجة الإخصاب في الحالة دي كنا منلاقي الإخصاب تم أكتر عن طريق الحقن المجهري وأحيانا كان الإخصاب بيساوي صفر في حالات أطفال الأنابيب اللي هو أنا تقريبا شبه الوضع الطبيعي داخل الجسم في طفل الأنابيب إنما أنا في الحقن المجهري اللي أنا استخدمت فيه جهاز الحقن المجهري وحقنت الحقن المنوي غصب عنه جوه البوايدة هو ده اللي حصل منه إخصاب في النهاية وبالتالي بنسبة إن الحالة دي فعلا تأخر حقن غير معلوم السبب طيب إيه بقى إزاي وسائل التشخيص أكيد اللي أنا فهمته إن إحنا زي ما تقول كده بنرتفع درجة أو بنروح لدرجة أعلى من وسائل التشخيص تمام رقم واحد الهيستري تاريخ المرضي تعالوا يا جماعة نقعد متجاوزين بقى لكم كم سنة عندك كم سنة طبعا السن الكبير شوية ممكن يبقى سبب في تأخر حمل غير معلوم السبب سواء للزوج أو للزوجة بعض الحاجات بقى اللي هي اللايف ستايل تدخين بعض المشروبات اللي بتستخدم بعض الأدوية اللي بتستخدم اللايف ستايل بشكل عام نوعية الأكل بتسفروا بتقعدوا العلاقة الزوجية منتظمة ولا مش منتظمة بتحدث أيام التبويض ولا لأ مدى انتظام الدورة مدى عدم انتظام الدورة كل هذه الكلمات لازم تذكر أثناء التاريخ المرضي بعد التاريخ المرضي أنا عندي تشيكليست لازم أعلم عليها كلها صح حضرتك عندك تبويض ولا ما عندكيش تبويض لازم أقول صح أو غاض أقوم أشوف الحالة على الصنار أشوف المبيض أخذ الهيستوري بتاعها أشوف التحاليل اللي عملاها أشوف هرمون اللبن أشوف الكلام ده كل أبص على كل تحاليل السائل المنوي اللي الزوج عملها عادة العينين اللي بيبقوا جايين بتأخر حمل غير معلوم السبب بيبقوا جايين حرفياً بفايل كامل في كل شهر تحاليل السائل المنوي كل تحاليل مطلوب من الدكتور يبص عليه كويس ويشوف التغير اللي كان موجود فيه وهل فيه حاجة سابتة ولا كل التغيرات واحدة بعد كده بنسبت هل أنابيب سليمة ولا لأ عن طريق أشياء السبغة على كده منشوف الرحم وتجويف الرحم أخباره إيه وعلى كده منشوف إيه الأنابيب والموبايد خلاص أنا كده خلصت كل حاجة مدة الزواج قد إيه عدينا سنة ونص سنتين أنتوا قولاً واحداً تأخر حمل غير معلوم السبب ندخل بقى في العلاج بعد كده طيب إم تلجأ للحق المجهري ده سؤال كويس وكيف أنا أتعامل مع الملف عموماً كويس حالات تأخر حمل غير معلوم السبب بعد ما بخلص التشخيص بتاعهم إحنا بيبقى قدامنا مجموعة من الحلول هل الحق المجهري هو لازم يكون هو أول حل يُعرض على المريضة لا في الحقيقة لا مش كده المفروض إن أنا بشوف الست دي أخدت إيه قبل ما تجيلي هل الست دي خدت منشطات جربت تاخد تنشيط مبيض طيب ولما خدت تنشيط مبيض استجابتها كانت عاملة إزاي ولما استجابت هل تم استخدام التبويض ده بشكل مصبوط يعني حصل علاقة زوجية في أثناء التبويض حصل تركيح صناعي مع التبويض حصل أي حاجة تستغل وجود البويضات دي ولا لا هل الست دي عملت تركيح صناعي قبل كده ولا ما عملتش إيه الأدوية المستخدمة في عمليات التنشيط السابقة لها يعني اتنشطت قبل كده بقراس فقط ولا بقراس زائد حقا وأخدت حقا تفجير ولا ما أخدتش أخدت مسبتات بعد حقا التفجير ولا لا في رحلة طويلة لازم نسبتها تماما ولو إحنا عدينا بهذه الرحلة قولا واحدا نلجأ للحالة المجالية طيب هنيجي للخناقة التانية ما بين أساتذة المناظير وأساتذة الحقن المجهري نعمل منزار بطن ونشوف العينة دي فيها إيه ولا نعمل حقن مجهري قولا واحدا حقن مجهري ليه لأن منزار البطن في هذه الحالات لن يكون له دور فعال أنا مش هدخل أعمل حاجة هدخل أتأكد إن أنا بيب سليمة طب ما أنا متأكد بأشياء تسابق هدخل أتأكد إن الستي دي ما عندهاش بطارة راحة مهاجرة 30% عندهم بطارة راحة مهاجرة من الدرجات الأولة اللي أنا برضو جراحيا مش هعملها حاجة بالمنزار وبالتالي ده حيبقى كوست على العيان وتضيع في وقت وتضيع في مجهود إنما الصح إن احنا نلجأ للوسيلة الأفضل في علاج هذه الحالات وهي الحقن المجهري بعد ما بمشي الخطوات اللي احنا قلناها ما بين تنشيط التبويض ثم التلقيح الصناعي في الحقيقة التكست كاتبة الكلام ده إن احنا المفروض إن التلقيح الصناعي يكون هو الفيرست تشويس لهذه الحالات اللي هو الاختيار الأول بالضبط كده التلقيح الصناعي يكون هو الاختيار الأول لهذه الحالات عن طريق الأدوية وإذا فشل هذا الاختيار لمدة شهر أو شهرين ما نستخدمش بقى أدوية غالية وأدوية مكلفة لا نعمل حقن المجهري بشكل مباشر نعرضه بقى إذا الحقن المجهري هو الاختيار الأمثل بالضبط والأفضل لتأخر الإنجاب غير معلوم السبب بالتوصيف اللي حضرتك شرحته اللي هو لما نلاقي العيانة فيها الصفات كذا وكذا وكذا ده حق وعملت أو قعدت فترة ما تتخلفش وبقى إحنا نتكلم على ملف اسمه تأخر إنجاب غير معلوم السبب تروح للحقن المجهري بالضبط كذا طب هل في حالات صعبة؟ يعني في حالة يمكن فيها تأخر إنجاب غير معلوم السبب بس الأمور فيها صعوبات فعلا طبعا طبعا لما على الأسف الشديد أن في حالات من حالات تأخر الإنجاب غير معلوم السبب بيبقى معاهم فشل متكرر للحقن المجهري غير معلوم السبب يعني في حالات بس بصراحة حالات دي ندرة وليلة والحالات دي بتبقى سنها كبير شوية وتأخرت كثيرا في إنها تاخد خطوة في فترات العلاج بتاعتها منلاقي إن الحالات دي بتعمل مرة واثنين وتلاتة حقن المجهري بنوصل لأجنة جميلة جدا في اليوم الخامس وبطنط رحم لطيفة وبنزرع الأجنة وبتقوى ما بيحصلش حمل أكتر من مرة وبيدخلوا في قصة حقن المجهري فشل حقن المجهري متكرر غير معلوم السبب دي أصعب حالات من وجهها ودي مع الأسف حتى هذه اللحظة مش قادرين نوصل معاهم للحلول النهائية اللي نقدر إن احنا نوفرها لهم عشان يبقى عندهم حقن المجهري أو فرص أعلى في نجاح الحقن المجهري بتاعه برضو في الحلقة بتاعت النهاردة وجهت اتهام للسن طبعا ذكرت للسن بتاع المرأة على أساس أنه هو كورنر السن مهم جدا في قرار أو في فوصيف كلمة تأخر إنجاب غير معلوم السبب طبعا احنا منقول دايما يا جماعة السيدات اللي عندهم مشكلة تأخر إنجاب ما تستنوش كتير لو انتوا فوق السبعة وثلاثين سنة كل سنة احنا منستنى فيها أكتر من واحنا فوق السبعة وثلاثين سنة أنا بضيع فرصة حقيقية إن أنا ممكن أكون حامل سواء بالطرق الطبيعية أو عن طريق الحال المكان عشان كده أنا بلوم أي سيدة وصلت سنة لأربعين سنة مثلا متزوجة بقالها فترة وما بتدورش على فكرة الإنجاب منتظرة إنها تحمل طبيعي زي بانتخالتها أو بانتعمتها أو صحبتها لا مفيش الكلام دا إحنا سبعة وثلاثين سنة بيحصل عنده شرب ديكلاين يعني هبوط مفاجئ في كل حاجة في الخصوبة في مخزون الميبيا في فرص استجابة الرحم للأجنة في فرص طبويل في وظيفة الأنبوبة وبالتالي أنا لازم أكون في هذا التوقيت عندي يعني ألرت عندي منبه في دماغي بيقولي دلوقتي حالا أنا المفروض إن أنا أبدأ أخذ إجراء عشان يحدث حمل عندي ثلاث أفلام ثلاث تسميات حضرتك هتقولي كل تسمية في هذا الملف في تأخر الإنجاب غير معلوم السبب تدل على إيه أو في تأخر الإنجاب عموما المخادع ما المخادع؟ المخادع المخادع في التشخيص يعني اللي ممكن يطنش حاجات معينة ما يدورش عنها في تأخر حمل غير معلوم السبب عشان يوصل بسرعة أن تت تأخر حمل غير معلوم السبب لا بصراحة المخادع يعني مثلاً ممكن نقول إن تكايس المبيض قد يكون مخادع في الموضوع ده لما منشوف حالات تكايس المبيض منقول الحالة أنت السبب في تأخر الحمل بتاعك هو تكايس المبيض طيب يا دكتور الحل إيه؟ الحل تنشيط طبويت طيب خلاص ادي لي تنشيط طبويت أخدت تنشيط الطبويت وطلع بويضات معايا هل هنا سبب تأخر الحمل هو تكايس المبيض؟ لا هنا سبب تأخر الحمل أصبح غير معلوم السبب يعني العربية أنا بقول كده العينين العربية ما فيهاش بنزين أنا اديت البنزين العربية العربية ما مشيتش برضو يبقى فيه سبب تاني هناك خدعة في هذه النقطة مين عودة النديلة؟ عودة النديلة عودة النديلة أعتقد البطانة المهاجرة تاخده بشكل مطيف جدا تاخد كاسي المدالة للأسف الشديد البطانة المهاجرة الكابوس اللي بيرجع تاني بعد بمشي للأكياس وبيرجع برخامة أكتر وبيرجع أحيانا أعنف وأشرص من الأول وبيأثر علينا كتير جدا يعني هو عودة ده هو النديلة طب الجريمة الكاملة ما هي الجريمة الكاملة بقى؟ الجريمة الكاملة هو هو عدم المشي أو عدم التزام الخطوات في علاج تأخر الحمل غير معلوم السبب يعني ما نطش مرة واحدة على أن أنا أروح أعمل حقاً مجالي أنا عندي خطوات كتير لازم تتعمل أنا عندي مشوار مع عينين تأخر حمل غير معلوم السبب لازم أخذه بالراحة لازم أشخص صح الأول وبعد كده أشوفي عملت إيه من الخطوات وبعد كده أبدأ أدخلها على الخطوة المناسبة لها ليه غالباً في الآخر تبقى حقاً مجالي بس ما ينفعش إن أنا أختصر الخطوات دي إن عينين كتير جداً بيحملوا في النص هذه الخطوات يدوب روح يعمل أشياء تسبغة وتعالي ترجع حامل بعدها بشهر أو شهرين ويابقى لها سنين مثلاً متأخر عندها الحمل أي حاجة في الدنيا بتمشي بقوانين بجايد لاينز جايد لاينز يعني خطوات خطوة أقول أي حاجة حتى الابتكارات حتى الموسيقى شوفوا الموسيقى الواعد يجي يعمل لحن بيعملوا طبقاً لمنطقية الموسيقى ماينفعش أعمل موسيقى مثلاً غربية يجاز ولا مش أعرف إيها على موسيقى شرائية فيها ربع تون لازم أعمل حاجة متنسقة مع بعضها وتبقى للقانون مصبوح الطب هو أبو القوانين مفيش حاجة في الطب باسمها أنا شايف كده أو ده رأيه مفيش كده هي في خطواته لذلك الدكتور محمود لما قال دلوقتي قال الجريمة الكاملة لأننا نطح حاجات في التشخيص بزر أنا قلت في عقل بالي أنا عارف الإجابة طبعاً هل في ناس بتنطح حاجات في التشخيص؟ آه طبعاً في ناس بتضرب عرض الحائط بالجايدلاينز بالقوانين الطبية وبتبتكر بما يتوافق مع هواها وهواها دي حطيلي 500 تحتها خط آآ 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 يعني خطوات يعني آآ في دماغها كذلك ده كلام في الطب يعني مش موجود يا جماعة مفيش حاجة اسمها أنا بخال في الجايدلاينز وأنا شايف مفيش كده مفيش حاجة اسمها أن أنا أعترض على دوة آآ آآ أو أعترض على أسلوب علاجي في كل حاجة في الطب الكلام ده كل فروق الأطب لأن انا وجد نظر أن أنا ما بحبش آآ الاسلوب ده أنا ما بحبوش مش مش عارفين ليه طبعاً أنا ببعارف ليه آآ ممكن واحد يعترض على أنه يعمل حقن ميجاري لأنه ما بيعرفش يعمل حقن ميجاري ما عندوش واحد حقن ميجاري بياخد المريضة في مشوار طويل من المناظير عشان ما يودهاش حقن ميجاري لأنه ما بيعملوش مركنا دي مخلف الضميجر والعكس ياخدها على الحق الميجاري على طول بدون ما نعمل فحوصاته وبدون ما نلجأ إلى الأساليب لأنه عنده وحدة حق الميجاري وعايز يشغاله ده مخالفة للضمير دي مخالفاته بشعة هي دي الجريمة الكاملة ضيف العزيزة القمع المال كبيرة الأستاذ الدكتور محمود النجار استشاري الحق الميجاري وأطفال النبيب وتأخل الإنجاب وصاحب دكتورة أمراض النساء والتوليد وعضو جمعية الأوروبية للخصوب وتأخل الإنجاب والجمعية المصرية نورت وشرفت ودائما وجودك معنا شرف كبير وبنتظر هذه الزيارة الرائعة وبشكرك على قبولك دعوة الشرف ليه فإنه مشكل جدا وننتظر بقى العنوين يعني إحنا خدنا الغاية دلوقتي أسبوعين عنوين جبارة يعني حلقتين عنوان الأول لازم تتابعوا الحلقتين حلقة في الدكتور وحلقة النهاردة في الناس الحلوة العنوانين العنوان الأول أوهام مرتبطة بمخزون المجد والنهاردة أنا في رأيي أنها برضو أوهام مرتبطة بكلمة تأخر إنجاب غير معلوم السبب وكم من الأوهام يعني بتضيع عمر الناس كم من ضيع عمره في الأوهام صحيح؟ نحن نتكلم مع الناس الحلوة